نساعد ويانا وراحشا نداعد موحد فيه معا شا اسمه؟ الزراتيب تقاعد عنده؟ لا لا ما عنده لا تقاعد طيني اسمه طيني اسمه حاليا نحن في موقع الطمر الصحي في محافظة الموصل هناك فريق مشترك مع قسم الحماية الاجتماعية في نينوى سيتم تجيل بيانات الخاصة بموقع الطمر الصحي بأعداد كبيرة لشمولهم بالحماية الاجتماعية ويضا سيتم شمولهم ضمن هيئة دولة عاقة ونطالب دولة رئيس الوزراء ونطالب الأعضاء البرلمان بزيادة التخصيصات المالية هناك حجبت عن وزارة العمل 500 مليار كان مخصصا إلى 3 تريليون و500 مليار لشمول 400 ألف أسرة ولكن للأسف رئيس اللجنة المالية هيثم الجبوري حدف 500 مليار من هذه التخصيصات سيحرم 400 ألف عالج لشمولهم بالحماية الاجتماعية بعد تجيل قاعدة البيانات الخاصة بهذه العوائل سيتم شمولهم بالحماية الاجتماعية إن شاء الله ويكون عن قريب إن شاء الله أيام خلال أيام قمنا بزيارة منطقة الطمر الصحي في محافظة نينوى منطقة العبور وإن شاء الله سيتم شمول العوائل التي تقتات على النفايات من هذا الطمر لأن هدف هيئة الحماية الاجتماعية هو إيصال مضلة الحماية الاجتماعية إلى العوائل المستحقة يابا مشكلتنا إحنا هاني عيشتنا على الوسائخ أنا عندي تسع جهال أزلمتي ضرير قدمت خمس معاملات ترجع علي عمل ما عندي واسطة عمل ما عندي أحد يمشي بيه أكثر المرات ما قدر على حق التريقة أكثر المرات ما قدرت آجار ومولدة ونازحة لا تعويض لا شيء وعايشة أنا وجهالي على هاي الوساخات وشوفها الدنيا حارة وشأروح وأجي من العبور ومشي ألم بدالك والله أطفال صغار يظلون بالبيت وأنا أجيب أذولا هذا واحد منهم هذا 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 منه هذا 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 إما يصير إما يصير والله إشيامية نابا ألقي نابا مبيوغ نابا آكو نابا ماكو والله العظيم يشهدون علي ربعي والله مشكلتنا هذي حالتنا بها النفايات ناكل ونشرم منه لا راتب لا كرهبة لا مي لا تاكله وهذه عيشتنا يريد راتب يريد ماء يريد كرهبة يريد تيكلات يريد ملابس لطفال جاء العيد الحانة لا والله معنا راتب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر